وهكذا يصبح الأمير تشارلز ملكاً لبريطانيا إثرى وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية التي فارقت الحياة عن عمر ناهزة 96 عاماً بعد مسيرة حكم امتدت لسبعة عقود وأكدت دار كلارينس هاوس المقر الملكي البريطاني أن الملك الجديد سيحمل اسم الملك تشارلز الثالث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر